لو حبيت تعرف كلمة الفداء يعني كيف ممكن تعرفيها الفداء لو احنا حد بازل شخص بازل نفسه في سبيلك يعني أحد أخذ مكان هو مكانك يعني دين عليك دينون عليك أثام عليك أنا مش عايزة أقول مصطلحات مسيحية لكن أنا عايزة أقول إن احنا في يومنا الطبيعي بنغلط وبنعمل أسام كتيرة وبنعمل أمور أخطاء كتيرة وبنقف قدام ربنا أنا مش عارفة أوري الوشي إزاي يعني حتى أنا أما كنت باجي أصلي كنت بعيت قدام ربنا أقول له يا رب أنا بغلطت بغلط طب أنا أعمل إيه الحل الإلهي دايما بعيد عن الحل البشري أسلوب الله غير أسلوبنا وعشان كده هو الفداء هو إن حد جيه أخذ اللي أنا مفروض أن أدفعه وهو ده ومش بس أخذ اللي أنا أدفعه ده داني مكانه يعني الفداء في المسيحية مش إنه هو دفع يعني واحد دفع نفسه مكان حد لا هو بد للأماكن يعني كلمة الفداء هي كلمة تعبير مشهور جداً في العهد القديم حتى لغوياً كلمة الفداء هي نفس الكلمة العبرية فداء يعني بتعني لا قنب هي كلمة التانية كنا يعني اشترى أو اقتنى باللغة العربية بس كلمة الفداء يعني حتى بتشوفه من سفر الخروج إصحاحة 12 كيف الرب يكلم موسى أنك تفدي مثلاً بشا أو إذا كده إذا حمار بتكسر عنقه أو كده يعني دائماً في شيء مقابل شيء يمكن القصة الأشهر المعروفة للكل هي قصة إبراهيم وإصحاق إنه كيف افتدى كان فيه كبش واستبدل هذا الكبش بإصحاق وطبعاً أعطى إبراهيم نبوة لمستقبلية قال له يهوى يرئيه يهوى يرى فكان بجهز عن ذبيحة كاملة عظيمة مستقبلاً اللي هي طبعاً يسوع المسيح ففي لغتها كلمة فداء هي اشترى كمان نفس المعنى فهي الفداء هي شراء بس مش رخيص بدفع ثمن يعني فيه كلفت شيء لأنكم اشتريتم بثمن لأنكم لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم يعني فيه شخص أخذ مكانه في العهد القديم الأخلاً يفدي أخا يعني أنا ممكن أفديك بس مين يفدي لكل البشرية وهي النبوة اللي كانت عن يسوع المسيح موسيقى ترجمة نانسي قنقر